السلام عليكم. اخوتي احبايا حكم محمود عطف من خلف الكاميرا. مام الكاميرا ديتا. الحلقة دي انا مصورها الهدف. ما كانش في بادي ولا كنت ناوي اصورها ولا فكرت في الموضوع. اللي حصل ان انا بصيت لريتا كده شوية وفكرت من يوم ما هي دخلت البيت. ايه اللي حصل? وتفكيرها عامل ازاي? يعني التجربة الشخصية اللي مع ريتا باختصار. اولا للناس اللي متعرفش احنا مين? انا محمود عطف مدرب كلاب. بدرب الكلاب وهي سايبة من غير قيد. يعني بتعامل مع الفكر فقط. بتعامل ان انا وصل المعلومة لعقل الكلب والكلب يستجيب وينفزها حبا ورغبة في ارضائي. والحمد الله المنهج ده انا باعلم به كلاب الناس. وحاليا وصلنا المرحلة الحمد لله ان احنا بنعلم عن طريق اليوتيوب بنرفع فيديوهات تعليمية بنشرح فيها للناس ازاي تعلم كلابها بنفسها. والموضوع جايب الحمد لله نتيجة ايجابية جدا. فاللي حصل ان الحلقات الاولى اللي هي على اليوتيوب صورت ريتا وهي مع ولادها. وكان معها حوالي مش فاكر اكتر من سبع جروي يعني. والحمد لله طلعنا منهم عدد كبير تبني. ودي كانت بداية معرفة بريتا بالبنوت دي. حتى سمتها ريتا قريب يعني. يعني لما الموضوع توطت بني وبنها. فهي عايشة في الشارع تقدروا ترجعوا الفيديوهات القديمة اللي ريتا كانت فيها. آآ ريتا ام للجراوي اللي كانت معاها كانت ام شطرة قوي طيبة في نفس الوقت بتدافع عنهم بكل شراسة اتجاه اي خطر. او حتى لو كلب من الكلاب اللي معاها في القطيع حاول يقرب من اكل ولادها اللي انا كنت باوديه. برضو هتشوفوا ده في الحلقات. المهم باختصار ريتا دلوقتي عندي في البيت ليه? عشان هي تصابت اصابة مميتة. للأسف زي ما تكلمت قبل كده في حلقة قديمة وقلت يا جماعة محدش يرمي في في سلة المهملات او الزبالة بتاعته. ازاز مكسور او اي حاجة ممكن تبقى اداة حادة. لان هي ممكن تجرح انسان وممكن تجرح حيوان من الناس اللي بتشتغل في المجال ده او الحيوانات اللي بتتغز على القمامة او على الحاجات اللي وسط القمامة. فريطة طبعا عشان هي بتدور على اكل فدخلت وسط الزبالة داست على كوباية مكسورة طلع منها حز فتم جرحها هنا. هوريك يا جماعة الجرح هو محطوط عليه كريم فلو يعني ما بتحبوش تشوفوا الجروح ما تبصوش دلوقتي يا. هو كده كده متداري بالكريم. بتاع الجروح. خلاص يعني الحمد الله هي دلوقتي كويسة جدا عد على الموضوع. اكتر من اربعة تيام الجرح بيلم ولكن للاسف عشان اكتشفنا الموضوع متأخر او لقناها متأخر. فما عرفناش نخيط الموضوع. وانا برضو ما دكتور مع العيادة فتحت وكده كان الموضوع الفجر. هتشوفوا كل الكلام ده كله في الحلقة. تفاصيل رحلة علاجها بان هي توصل ان هي الحمد الله دلوقتي كده كويسة وخلاص بتاكل وبتشرب. دي نتيجة ايجابية قوي. فالخلاصة انا اسف لو طاولت في الكلام. ان الكلاب البلدي او الكلاب عموما اللي جربت المشقة وجربت الحياة الصعبة وجربت الاعتماد على النفس بمعنى الكلمة والخوف والقلق وفراغم الوقت وراغم كل ده برضو عندها اعتقاد ان هي هتقابل ناسك وايسين. يعني ريتا دي لما بتبقى نايمة في الشارع لها جار بيدربها بالطوب بحجة ان هي بتدخل مثلا عمرته او ان في كلاب بيدخل عمرته بيوسخه ويقطعه ويبوزه. فبالتالي هو بيدربهم او بيدرب جنبهم الطوب بحيس ان هما يخافهم ان هما يعودوا قدام بيته ويمشوا. فالخياره هي نايمة كده تلاقي طوبة بتتدرب جنبها تيجي فيها بقى وتيجي جنبها تخضها. فبالتالي حقها تفقد الثقة في البشر. ولكن رغم ده لما شافتني ولاقت ان انا مش مؤذي اتعلقت بيا جدا وبقت تجيلي باستئزان وبخجل. هتشوفوا برضو ده هيبنلكوا في الحلقات اللي موجودة على قناة اليوتيوب. حاليا بقى لما هي تصابت انا شلتها ودخلتها البيت. دي اول مرة في حياتها تدخل بيت وتعيش وسط اربح حيطان مفيش حد بشكل خطر عليها. فعلما وصلت لمرحلة ايه? مفيش حاجة. علما وصلت لمرحلة ان هي تبقى متطمنة كده. وتقعد وسطنا وتنام ومش قلقانة وخلاص تمام واعد على الكن انا بنعايز اقول لكم في الاول ما كانتش راضية تقعد في البيت. كانت مصرة تقعد في البلكونة. فدلوقتي هي قاعدة في البيت. بقى لها خمس تيام ما عملتش حمام مرة واحدة غلط جوه البيت. كل ما خرجها البلكونة برا تعمل. اول ما تشوف هوا وكده ان ما تدخل البيت ما تعملش. مقدرة فعلا فعلا قعدتها هنا بعيدا عن تعبها هي تعتبر بقى لها يومين صحتها كويسة دلوقتي الحمد لله. وقديها دي بقت تقدر تلمس بيها الارض خلاص. فالفكرة كلها ان هي مقدبة جدا جوه البيت. في البداية الحلقة دي قلت لكم ان انا مدرب وشرفت لكم النقطة دي عشان دلوقتي اقول لكم ان فعلا الكلاب اللي مرت بتجربة سيئة فهي بتقدر جدا التجربة الجيدة. دي كخبرة الشخصية في المجال ده بقولها لكم. يعني اللي عايز يستفيد من اقتناء كلب وفي نفس الوقت هو عايز كلب عشان غرض نفسي يعني مثلا هو يعني وحيد ما عندوش ناس كتير في حياته فمحتاج كلب. مفيش حد قريب منه قوي فما احتاج كلب. الحاجات دي كلها الكلب بيملىها بيملى الفراغ ده بسهولة ولكن لو هنديره حقوقه ونعمله كويس ونعيش معه كويس. فبالتالي ادوا فرصة للكلاب البلدي اللي في الملاجئ. لو مش هنقول ان انتوا هتنزلوا الشارع مثلا ولسه هتجيبوا الكلب وتنظفوه وتعملوا مع ان الموضوع سهل جدا يعني هو حشرات وترش على جسمها كله. وبعد يومين يتمسح الجسم كده لو مش حماية عشان هي مجروحة وبرضو ما تقلقش مننا مش عايزينها تنفعل او تقلق خالص عشان الجرح ما ينزفش. غير كده كنت حميتها حماية كاملة. بس كده وده وديدان اللي معدتها عشان الاكل اللي احنا ناكله لها يبقى في صالحة فيبان عليها. لان برضو حجمها ده بسبب ان الغذاء متقطع. وما كانش بوجبات عناصرها الغذائية مهمة. هي بتاكل اللي يخليها يعيش في الشارع. كلابنا اللي احنا بنربيها بناكلها. الاكل المفيد واللي يخليها تدينا حجمها النهائي والطبيعي. الكلبة دي لو كانت بتاكل بالشكل الطبيعي. كان حجمها هيبقى الضعفة عن كده. وصحتها كانت هتبقى احسن من كده. ولكن هي برضو مش وحشة وكويسة ما شاء الله. المهم ان انا حبيتها جدا الفترة دي. تعلقت بيها حقيقي. آآ مستحرم ان هي تنزل الشارع تاني. دي محتاجة حد يتبناها. الكلبة مؤدبة اوي في البيت. لا بتقطع حاجة ولا بتكسر حاجة. ولا بتجري وتتنطط تطبقى. صبعا عشان هي متصابة. بس حتى لما بتبقى كويسة هتشوفه في الفيديوهات القديمة بتأخرها تعمل ايه. تزدلها جامد ومبسوطة وخراس. مؤدرة كل حاجة والله يا جماعة. فاهمة كويس. فاهمة كويس هي فين دلوقتي. عارفة ما كانتها. عارفة برضو اللي احنا بنعمله لها. صح? وشافت كتير. مش الحقيقة للكلاب بتنقلوه للبشر. يقدر يتواصل معي عشان يتبناها. صح يا ريتا. صح يا ريتا. تتبكي. تتبكي. مش عايزة طيب تسحي تقافي عشان الناس يشوفوك وانت واقفة. ربك لب ربك لب يا جماعة محتاجة ان انتو تربوها. يعني خدوا سواب الانقاذ ان انتو غيرتوا حياة الكلب ده من من. طبعا كل حاجة في ايد ربنا. انا افاهم حاجة زي دي. بس ليه ما يعني الناس اللي هي بتقول طبعا ناخد الكلب ليه من الشارع ما هو. ربنا بيتولى امره ويتدبر امره. ده كلام صحيح مية في المية ولكن لعله وعسى تكون انت من تدبير ربنا لطريق الكلب ده. يعني انت من المحطوط في الخطة. مكتوب ان انت اللي هتنقذ الكلب ده في اليوم الفلاني او انت اللي هتأكله في اليوم الفلاني. الجزئية دي مسؤوليتك انت اللي ربنا حطها عليك. فلو جات لك ما ترفضهاش. ولو لقيتها قدامك ما تقولش. اه لا انا مش هعمل حاجة او انا اه عايز الكلب ده بس لا ده هسيبه. ربنا يتولى وهشوف انا كلب تاني. لا ادي الكلب ده فرصة. وشوف الناتج النفسي اللي هيعود عليك. وفي نفس الوقت اسأل اهل العلم عن السواب اللي هيعود عليك برضو. اهلا. 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 وبرضو نقطة سريعة كده ان شاء الله قبل ما الحلقة بتاعتنا تخلص. للناس اللي بتسأل دايما في النقطة الدينية. فموضوع الكلب والبيت. الكلب او النجاسة. الكلب او 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 او. عايز اقول لكم ان انا كمحمود عاطف بتبع رأيي الامام مالك. لان انا في ديني الاسلامي. كرجل مسلم ديني بيقول لي. لما يبقى فيه رأيي عليه اختلاف. فتشوف الائمة بيقولوا ايه. استفتي قلبك. على اللي انت تقتنع بيه وتكون مؤمن بي. ففي الحالة دي انا مستفتي قلبي. ومقتنع بكلام الامام مالك جدا. فبالتالي في حالة ان ان لو الكلام ده مش صحيح وده طبعا ما ينفعش انا اقول كده. خلاص مش اطول انا في الكلام في النقطة دي. انا الكلام الديني مش تخصصي فما ينفعش اتكلم فيه. انا بتكلم بس كراجل مسلم عادي جدا. وده ديني هو اللي بيقول لي كده. هو اللي بيقول لي استفتي قلبك. يعني مش مش الكلام مش جايب الكلام ده من حد. خي بس والامام المالك. الامام مالك عزرا. راح بطلع عليه. هو بيقول كل حاجة. انا بعملها. بس اتمنى الحلقة دي ما تكونش طويلة عليكم. استنوا حلقة ريتا. معلش طبعا انا عايز برضو اقول لكم ان انا ليه ما رفعتش حلقة ريتا بتاعت رحلة علاجها او القصة اللي حصلت بالتفاصيل. عشان هي زي ما انتم شايفين لسه عندي في البيت. انا مستني لما هي يتم شفاقها بالكامل لربنا ان شاء الله. وبعد كده تبقى الحلقة خلصت كاملة. انا كنت متوقع ان هي على مبارح ان شاء الله تكون تماما. هي فعلا مبارح كانت كويسة ولكن برضو هي غير مؤهلة دلوقتي. ان انا اقول ان هي رحلة علاجها خلصت. بس هو بتشخر وانا ابكرها. تشطر يا ريتا. عايزكم ترجعوا دلوقتي لما تتفرغوا على الحلقات بتاعت ريتا القديمة. عشان تعرفوا قد ايه كانت روحها جميلة وشخصيتها حلوة. يلا استودعكم الله واخدوا بالكم من نفسكم الفترة. شكرا. اشتركوا في القناة